السلام عليكم ايكم اردو من قناة خورة فانز اذا تعود عجلة البطولة المغربية للدوران ان شاء الله بسداء الميناء الثلاثاء المقبل اللي غير عرف انطلاق الجولة التانية الجولة التانية اللقاءات ديلا غير مقسمة على تلتيار ثلاثة ديلا لقاءات يوم الثلاث والاربع ولقاءين يوم الخامس كيف ما قلت من قبل وثيلة اللقاءات غير تكون سريعة جدا كل فريق غير عب لقاءين في الأسبوع بحكم على ان البطولة المغربية انطلقت متأخرة وهذه المسألة غير طلبوا حضور دهني حضور بدني وزاد بشري وذكة احتيات قوية كيف ما شفنا الجولة الاولى كانت جولة جيدة فيها اهداف كثيرة 25 هدف تسجلوا في 8 ديلا لقاءات واللقاءات كلها عرفت تسجيل اهداف يعني المعدل تهديفي ديلا الجولة الاولى كان معدل تهديفي اكتر من رائع 3.1 هدف في كل لقاء نتمنعوا على ان الجولة التانية ايضا يكون فيها الحماس يكون فيها التشويق يكون فيها الاطارة واهم شي يكون فيها اهداف في حلقة اليوم ان شاء الله سنتحدثوا على ابرز لقاءات الجولة التانية اللي ستحمل لقاءات كبيرة بكل ما تحمل الكلمة معنا وابرزها اللقاء اللي سيجمع بين نهضة بركان اللي ستقبل المغرب الفاسي مغرب تيطواني ضد الجيش الملاكي مولودية وجدة الفتح الرباطي الدفاع الحسني الجديد اللي ستقبل الوداد والراجاء اللي ستقبل سريع والزب اضيف الى ذلك لقاءات اخرى في حلقة اليوم سنتحدثوا على ابرز اللقاءات انتم ايضا شاركوا معنا بالعراء ديلكم بالتعليقات ديلكم بالتحليلات ديلكم واهم شي شاركوا معنا بالتوقعات ديلكم اعطيونا التوقعات فيما يخص نتائج اللقاءات وانتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي قبل ما نتخلو في تفاصيل الحلقة يلا عجباتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاجيو الحلقة بالنسبة لك يشاهدنا اول مرة تسجل في القناة دينا اول اللقاء سنتحدث عليه في حلقات اليوم اللقاء اللي سيتلعب ان شاء الله يوم تولتاء واللي سيجمع بين النهضة البركانية اللي سيستقبل المغرب الفاسي اللقاء قوي بكل ما تحميل الكلمة المعنى الفريقين بجوج داروا انطلاقة جيدة في البطولة المغربية المغرب الفاسي منتصر في الميدان دياله على الجيش الملكي في لقاء قمة بهدفين لهدف واحد والنهضة البركانية رجع بانتسار خارج الميدان ضد نهضة الزمامرة بهدفين لسفر كيف ما قلت انطلاقة جيدة للفريقين الفريقين بجوج غيبغيوا يواصلوا سلسلة النتائج الإيجابية يعني لاحظنا على ان نهضة بركانة هذه السنة مصمم على انه ينافس على لقب البطولة المغربية ومصمم على انه يتفادى الأخطاء اللي ارتكبها في الموسم السابق المغرب الفاسي اللي رجع لحضيرة القسم الوطني الأول المكان الطبيعي بالنسبة للمغرب الفاسي فريق عنده طقوس وفريق كي تعتبر من أعرق الفرق المغربية ودائما التواجد دياله في القسم الوطني الأول كي تحط من المرشحين اللي غي ينافسه على المراكز الأولى لقاء سيكون صعب التكهن بنتيجته لقاء غيكون فيه الحماس وغيكون فيه الندية المغرب الفاسي إذا ما أراد الخروج بالنتيجة إيجابية عليه يعني أن يتفادى الأخطاء الدفاعية اللي قام بهذه ضد الجيش الملكي خصوصا في الشوط الأول لأنه نهضة بركان فريق قوي فريق منظم وفريق عنده هجوم فتاك بقيادة اللعب ياجور اللعب حدراف يعني وسط الميدان أيضا قوي دفاع قوي كيف ما قلت المغرب الفاسي خصو يكون مركز بنسبة 100% إذا ما أراد الحصول على نتيجة إيجابية من البركان نفس الشيء ينطبق على النهضة البركانية إذا ما أراد أيضا مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية خصو يكون مركز لأنه فريق المغرب الفاسي لا يستهن به لقاء غيجمع بين مدربين شابين سكيتيوي ضد جريندو عموما خليوا لي التوقعات فيما يخص نتيجة هذا اللقاء واش قد ضنع لأنه نهضة البركان غيواصل انتصارات ديالو في البوتورة المغربية أم أن المغرب الفاسي ستكون له كلمة أخرى ولا تعادل غيكون هو النتيجة الأقرب اللقاء الثاني اللقاء اللي غيجمع ما بين الجيش الملكي اللي غيستقبل المغرب التطواني العامل المشترك بين هذ الفريقين انهازموا في الجولة الأولى من لقاءة البوتورة المغربية الجيش الملكي كما تعرفون انهازم ضد المغرب الفاسي بهدفين لهدف واحد بالرعب لأن الجيش الملكي قدم لقاء لا بأس به خصوصا في الشرط الأول وخلق فرص كثيرة ولكن كانت تنقصه اللمسة الأخيرة على الجانب الآخر المغرب التطواني يعني نهازم ضد شباب المحمدية بهدفين لسفروا صراحة نقدم لقاء جد متوسط فريقين بجوج كما كان قولوا غيبغيوا يرجعوا غيبغيوا يحققوا نتيجة إيجابية لأن أي هزيمة سواء الجيش الملكي أو المغرب التطواني يمكن تدخلهم في واحدة المرحلة ديال الشك يعني تحددت على الجيش الملكي من قبل قلت على أن الجماهير دياله تعول عليه كثيرة ناتس سنة باش يرجع للمنافسة على المراكز الأولى في البطولة المغربية لأن هذا هو المكان الطبيعي يعني الجيش الملكي عنده الإمكانيات عنده اللاعبين في المستوى عنده ملعب منه الطيراز الظلافيع ولكن ما عرفت صراحة في الموسم السابق شاهدنا العديد من اللقاءات ديال الجيش الملكي أول شي هذا الفارق يتعادل بززاف والسبب الرئيسي هو تضييع الفرص الجيش الملكي محتاج على أنه يخلق 15 فرصة بس يشجل لك هدف ولا هدفين وهذه المسألة غير مقبولة إذا ما أردت أن تنافس على المراكز الأولى يجب استغلال أنصاف الفرص على الأقل من فرصتين ولا ثلاثة ديالفرص يجب تشجل وهذه المسألة التي تخص الجيش الملكي المغرب التطواني يريد أن تربع الإيقاع يريد أن ترجع المستوى إذا ما أراد أن يقدم مستوى جيدة بعد المستوى الموسم السابق يعني المغرب التطواني الموسم السابق أنهى البطولة المغربية في المركز السابع والثامين وهذه المسألة يعتبر أن المت epileعبة سابعي لفرقيا الموسم السابق تلقى وجه مرات الجيش الملكي ينتصر على أرضية الملعب يالو والمغرب التطواني رد الدين وتمكن أيضاً من تحقيق انتصار على أرضية الملعب يالو خليوا لي التوقع عديلكم فيما يخص نتيجة هذا اللقاء في لقاء آخر شباب المحمدية غير استقبل نهضة الزمامرة يعني الآن أضواء كلها مسلطة على شباب المحمدية اللي تمكنهم تحقيق انتصار في لقاءه الأول ضد المغرب التطواني خارج الميدان بهدفين لسفر جميع أو العديد من المحللين كيرشحوا شباب المحمدية باش ينافز على المراكز الأولى في البطولة المغربية يعني شفنا المستوى دي لهذا الفريق فريق منظم فريق عنده زاد بشري عنده إمكانيات عنده دقة احتيات قويق وخير ودليل على ما أقول على أنه في اللقاء السابق لاعب اللي يدخل من بانك الاحتيات اسمه اللاعب إشران سجل هدف واصنع ضرب الجزاء واش المدرب ديالشباب محمدية غير يغير ويدخل اللاعب رسمي لأنه صراحة قدم مستوية جيدة أم أنه غير في الضل يعتمد عليه في بنك الاحتيات كورقة رابحة في الشوط الثاني يعني فيما يخص نهضة الزمامرة بالرغم لأنه نهازم في اللقاء الأول ضد نهضة بركان ولكن فريق صراحة قدم مستويات جيدة وخلق متاعب كثير للنهضة البركانية وكان بإمكانه في العديد من المرات يسجل على الأقل هدف تنظر على أنه نهضة الزمامرة سيكون ند قوي للشباب المحمدية ولقاء سيكون جدير بالمتابعة والشباب المحمدية سيكشل على الأنيابه ويواصل تحقيق سلسلة الانتصارات أم أنه نهضة الزمامرة سيكون له رأي آخر في لقاء آخر أعتبره صراحة من لقاءات القمة عن هذه الجولة الدفاع الحسني الجديدي غير استقبل الوداد الرياضي يعني الدفاع الحسني الجديدي في اللقاء الأول لم يكن موفق استقبل أربع هذه الأهداف يعني بقيادة المدرب الجزائري بن شيخة الدفاع كاريتي بكل ما تحمل الكلمة معنا يعني الشوط الأول استقبل أربع هذه الأهداف بالرغم على أنه رجع في الشوط الثاني وتمكن متقليص النتيجة واللقاء انتهى بأربعات ثلاثة ولكن الأداء دياله لم يكن أداء متوازن هذا الفريق سيكون مطالب على أنه يرجع خصوصاً كان عرفه الشخصية ديال المدرب بن شيخة ما كيبغيش على أنه ينهازم المرة الأولى والمدر المرة الثانية تنظر على أنه سيكون تحدث مع اللاعبين ونبههم وتنظر على أنه سيكون لقاء صعب البنزرتي واحدة البداية الجيدة أحقق انتصار في اللقاء الأول ضد يوسفية برشيد بهدفه لسفر ولكن بالرغم من هذا الأداء ديال الويدات كان أداء متوسط وجماهير الويدات مكانت شرادية كثير على الأداء اللي قدموا فريق الويدات وهذا مسألة طبيعية قلتها من قبل يعني قلت على أن اللاعبين أو الفرق ما غيكونواش مطالبين باش يقدموا واحد الأداء كبير في اللقاءات الأولى لأن هذا مسألة طبيعية اللاعبين غيكونوا محتاجين واحد ثلاثة ولا ربعا ديال اللقاءات تفرج ليهم باش يقدمونا باقي المستوى اللي تعودنا نشاهدوه السؤال اللي يطرح نفسه بقوة واش المدرب البنزرتي غيقوم بتغييرات في التشكيل خصوصا على أن في اللقاء الأول ديال فريق الويدات لاحظنا لأن المدرب اعتامد على الحارس القديم ما لاحظناش يعني ما اعطاش للفرصة للصفقات الجديدة يعني هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه بقوة اللقاء الأول عرف إصابة اللاعب الحسوني في اللقاء آخر تيحات طانجا غيستقبل أولمبيك أسافي يعني العامل المشارك بين هذا الفريقين بجوج بيهم تمكنوا من تحقيق انتصارات في الجولة الأولى من البطولة المغربيات تيحات طانجا كما تعرفون عاد بانتصار من آقادير ضد الحسنية بهدف السفر وأولمبيك أسافي تمكن منتصار على الدفاع الحسني الجديد بحسة كبيرة أربعة أو ثلاثة اللقاء المشهور يتمكن من تسجيل سوبر هاتريك في الشرط الأول يعني هذا اللاعب كان حديث الساعة في الصحف المغربية في وسائل التواصل الاجتماعي كما كنقوله الأضواء كلها غتكون مسلطة على هذا اللاعب في اللقاء المقبل واش غيستمر في تسجيل أهداف صراحة الله يكون كما كنقوله في عون هذا اللاعب اللاعب صراحة كي بقى دمه الحم غي تأثر لاعب شاب العمر دياله كي بقى ما بين 19 و 20 سنة نتمنى على أن يقوله يواصل وتبقى رجليه في الأرض ويخدم على رسوله لأنه ما زل ما دار تشي حاجة إلا بغى يواصل المستويات دياله خصو يكون مركز داخل أرضية الملعب وصراحة الإمكانية اللي كتوفر عليها كتأهله على أنه يكون من اللاعبين اللي غي ينافسوا على لقب الهدف ديال البطولة المغربية تسانو فيما يخص تحاد طانجة فارق منظم يواصل تقديم المستويات الجيدة يعني لاحظنا على أن نهاية الموسم السابق الفارق قدم مستويات جيدة والفارق كما كنقوله كيواصل في تقديم الأداء الجيد اللقاء تنظر لغاية عرف غياب اللاعب أنوار اللي تصاب في اللقاء الأول إصابة كانت شوية قوية لعب يشكر القوة الضاربة في هجوم المغرب في هجوم عفوان تحاد طانجة عموما خليوا لي التوقعات لكم فيما يخص هذا اللقاء في اللقاء آخر الرجاء يستقبل سريع واتزم يعني الرجاء في اللقاء الأول تعادل ضد الفتح بثلاثة لثلاثة كان أجمل لقاء على الجولة الأولى من لقاءات البطولة المغربية الرجاء كان قريب على أنه يدري منطادة بعدما كان منهزم بهدفين لسفر في الشوط الأول تمكن على أنه يرجع تسجل هدف الأول تعادل وسجل هدف تالي ولكن الفتح الرباطي كان عنده كلمة أخرى وتمكن من تعديل النتيجة في الضقائق الأخيرة يعني التوليفة أو تنائي اللعب ديال الشاكير والحداد لاحظنا على أنه عندهم مشاكل كثيرة واش اسلامي غير يغير ويعتمد على اللاعب الهدهودي والورف اللي يعني من وجهة نظر الشخصية تنظر على أنه تنائي أحسن من الحداد والشاكير يعني خليوا لي الأراء ديالكم فيما يخص تنائي الدفاع اللي بغيتوا تشوفوا في فريق الراجع يعني فيما يخص سريع واتزم اللقاء الأول تعادل ضد مولودية وجدة على أرضية الملعب ديالو بهدف لمثله فريق يقدم مستويات جيدة وفريق صراحة دائما يقدم لقاءات كبيرة خصوصا عندما يواجه الويداد والراجع يعني الموسم السابق الراجع وسريع واتزم لعبوا جوجي اللقاءات الراجع تمكن من الانتصار ذهابا وإيابا عموما يعني اللقاء يبدو في متناول الراجع يعني لشفنا نتائج ديال الموسم السابق ولكن كرة القدم معودتنا على أن اللقاءات تحسن داخل أرضية الملعب ولا تحسن بالأرقام ولا الإحصائيات يعني دائما في بعض الأحيان كنشوفوا فرق صغيرة كاتجي وكتحقق انتصارات على فرق كبيرة وهذه المسألة عادية ومنطقية في كرة القدم آخر لقاءين اللي غينتحدثوا عليهم لقاء اللي غينجمع ما بين يوسفية برشيد اللي غينستقبل حسنية أقادير يعني العامل المشترك بين هذ الفريقين بجوج بههم نهزموا في أول لقاء لهم في البطولة المغربية غيكونوا مطالبين باش يحققوا نتيجة إيجابية لأن أي هزيمة سواء لبرشيد أو حسنية أقادير يمكن دخلهم في واحد المرحلة لديل شك الفريقين طلقوا الموسم السابق جوج مرات برشيد انتصر على أرضية الملعب ديالو وحسنية أقادير رد الدين وتمكن أيضا منتصار على أرضية الملعب ديالو آخر لقاء غيجمع بين ملودية وجدة اللي غيستقبل الفتح الرباطي أيضا العامل المشترك بين هذي الفريقين تعادلوا في أول لقاءات ديالو في البطولة المغربية ملودية وجدة بقيادة المدرب الشاب عبد السلام وادو غيب يحقق أول انتصار له في البطولة المغربية ونفس الشيء ينطبق على الفتح الرباطي لتعادل ضد الرجاع في أول لقاء له بثلاثة لثلاثة لقاء غيكون صعب عبد وجود اللقاءات ملودية وجدة انتصر على الأرضية الملعب ديالو والجيش الملكي أيضا رد الدين وتمكن من تحقيق الانتصار أو عفوا الفتح الرباطي رد الدين وتمكن من تحقيق الانتصار خليوا لي التوقعات ديالكم فيما يخص نتائج جميع اللقاءات كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم حلقة تحدثنا فيها بواحد الشكل مقتضب على أبرز لقاءات أو كل لقاءات الجولة الثانية من البطولة المغربية إلا عجبتكم الحلقة وعجبتكم الفكرة وبغيتون أن نكملوا فيها خليوا لي الآراء ديالكم في التعليقات ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاجي والحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة تسجيل في قناة دينا فعل جرس نبيات بشي وصلك جديد أول بأول وما تنسوش تشجيلو صفحة دينا على الفيسيبوك ونخلي الكملينك في أول تعليق متبت كان معكم الرجاء من قناة كورافينس السلام عليكم اشتركوا في القناة